اهلا بكم بخطة ثابتة وباستشراف المستقبل والتعامل مع تطوراته وأيضا تحدياته تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أدوارا تثقيفية وإخبارية وتوعوية وأيضا ترفيهية عبر قنواتها التلفزيونية التي تخاطب العالم العربي كله وتتخطاه أيضا باعتبارها أكبر كيان إعلامي بالشرق الأوسط تواكب المتحدة تطورات صناعة الإعلام وتعمل على التكامل الإعلامي بشكل محترف تخاطب كافة الشرائح والعمار والجنسيات فتقدم التحليل السياسي وتقوم بالدور الإخباري وتستدعي التاريخ وتنشر الفن وتقدم عالم الرياضة والموضوعات الإنسانية أطلقت المتحدة عدة قنوات كان أخيرها القاهرة الإخبارية فخاطبت بها العالم قدمت الأخبار وكانت على الأرض تنقل بالصوت والصورة وحللت التطورات السياسية والاقتصادية العالمية وناقشت الرؤى فكانت عاصمة الخبر اليوم أطلقت المتحدة قناة الوثائقية وانضمت إلى سلسلة قنوات تخاطب المشاهد العربي فتحفظ وتوثق له تاريخه وثقافته وفنونه في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الارتقاء بمستوى الوعي العربية سنتحدث بتفصيل حول دور المتحدة في تأسيس وزيادة الوعي سواء في المنطقة أو حتى في مصر وذلك عبر هذا النقاش الذي ينضم إلينا عبر استيديو نيل بالقاهرة الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية أهلا بك أستاذ عماد وأهلا بك في هذا المساء اليوم ربما شهدت إطلاق قناة الوثائقية آخر قنوات التي أطلقتها المتحدة أطلقت قبل ذلك القاهرة الإخبارية وقبلها عديد من القنوات وربما يأتي في إطار تكامل الخدمة الإعلامية المقدمة للمتحدة كيف تقرأ هذه المجموعة من القنوات كان أخير وطبعا كما قلت الوثائقية في إطار زيادة وتأسيس ورفع الوعي المصري والعربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياة لك ولكل أستاذ المشاهدين هذا خبر مفرح وخبر سار كنا ننتظره طويلا مثلما كنا ننتظر القاهرة الإخبارية أيضا أنا أظن أن هذا جوز أساسي جدا في المنظومة الإعلامية المصرية الجديدة التي تحاول استكمال حلقاتها حتى تقدم كل الألوان الطيف الإعلامي يعني الشاملة من أول الأخبار إلى الوسائقي إلى القناة الإقليمية أو العالمية إلى الفن إلى الرياضة وبالتالي هي منظومة متكملة حتى كما نعلم جميعا ربما تكون المعركة الأكبر في العالم هي معركة الوعي صحيح والوعي لا يمكن أن يكتمل إلا بوجود الجزء الوسائقي وهو جزء في غاية الأهمية وبالتالي أتمنى أن تكون بداية الانطلاق اليوم بداية قوية ومؤثرة نعرف جميعا أن المادة الوسائقية صارت مادة مطلوبة لدى عدد كبير جدا من المشاهدين على اختلاف مستوياتهم وهي التي تحمل الرسالة ربما تكون حتى أحيانا أهم من الخبر المجرد لكنها تحمل الخبر والرسالة والتحليل والرؤية والتشكيل لعدد كبير جدا من ليس فقط للمصريين لكن أيضا للمنطقة العربية وأتمنى أيضا أن يكون لها دور عالم من خلال الترجمة وبالتالي تستحق الشركة المتحدة أن نوجه لها تحية اليوم على هذه الانطلاقة الجديدة لقناة الوثائقية فلسفة إقامة أو إطلاق قنوات أو قناة للتوثيق أو قناة الوثائقية هو امتلاك الرواية هل تعتقد أستاذ عماد الدين أن من يمتلك الرواية هو الذي يمتلك الحقيقة؟ بالطبع كما درسنا وقرأنا كثيرا في هذا الموضوع المنتصر دائما هو من يكتب الرواية دائما والآن في ظل المعارك العالمية الشديدة الضراوة أحيانا أطراف كثيرة جدا تحاول أن تلفق روايات مختلفة وهناك قول أن الانطباع مثل الحقيقة وأحيانا أقوى من الحقيقة فبالتالي حينما تكون لديك تقدم روايتك بلسانك وبلغتك وبكل الشحنة العاطفية أو الحمولة الإنسانية التي فيها أنا أظن هذا جزء في منتهى الأهمية لأنه نعلم كثيرا أن هناك قنوات كثيرة بعضها جيد وبعضها شديد السلبية كانت تستغل كل القنوات ليس فقط الوسائق حتى القنوات الرياضية تم استخدامها وتسييسها لنقل عبارات معينة ألفاز معينة رموز معينة رسالة معينة وبالتالي من حقنا في مصر أن يكون لدينا قناتنا الوسائقية التي تقدم روايتنا المصرية بكل ألوانها بكل تفاصيلها بكل تاريخها الممتد وأظن طبعا وهذا أنا أظن جزء مهم جدا القنوات الوسائقية المصرية الجديدة لديها من القوة ومن التميز حتى قبل أن تبدأ الكثير تستطيع أن تنافس بقوة لسبب بسيط مصر لديها كنوز ضخمة جدا من المواد الخام والأرشيفية والأكثر من ذلك والأحداث والتاريخ طبعا أنت لديك مصر يعني من الأول انشاء التلفزيون نعلم أنه هو أوائل الستينات لكن حتى قبل انشاء التلفزيون المصري وهو الأخضب في المنطقة مع التلفزيون العراقي المواد المصورة السينمائية الأفلام بعض اللقطات هذه سروة وكنز أنا أظن لا يمكن أن يكون متوفرا لدى أي جهة في المنطقة وربما حتى في أفريقيا على الإطلاق وبالتالي هذه نقطة قوة في صالح القناة الجديدة تستطيع أن تقدم كما اندهشنا من المواد التي بست عبر قناة مسبيرو التلفزيونية المصرية من تراث التلفزيون المصري الكبير أنا أظن أننا أيضا هذه القناة الوثائقية الجديدة ستكون سوف تستفيد استفادة كبيرة جدا من هذا الأرشيف وهذا التراث المصري العظيم والمتنوع في كل المجالات التاريخ المصري التاريخ العربي زاخر بالكثير من الأحداث والمنعطفات التاريخية هل تعتقد هل يمكن للوثائقية لقناة الوثائقية الجديدة أن يكون لها دور في حكي في إرواء هذه القصص بشكل شيق بشكل يقترب كثيرا من الحقيقة بدلا من المفاهيم المغلوطة التي تبث بطبيعة الحال الإجابة النظري هي نعم لكن كما نعلم انتاج أفلام وسائقية وانتاج المواد الوسائقية أمر شديد الصعوبة ويحتاج إلى حرفية شديدة لأنها ليست مجرد صور مركبة بل هي رسالة ما هي الرسالة التي تبثها عبر هذه الوسائقيات وليس حتى مجرد التعليق الصوتي المصاحب هي رؤية كاملة تحتاج إلى جهد كبير جدا لكن الحاجة الجيدة أن الكوادر المصرية هي التي كانت وراء غالبية الأفلام الوسائقية والقنوات الوسائقية الموجودة في المنطقة العربية لسنوات طويلة وبالتالي لا تنقصنا الخبرة لا تنقصنا المواد الخام لا تنقصنا الرؤية ولم يكن ينقصنا إلا الوسيلة والآن الوسيلة صارت متوفرة وبالمناسبة حتى قسم الوسائق في القناة المتحدة في الشركة المتحدة كان يعمل طوال السنوات الماضية وأنتج كما فهمت أكثر من خمسين فيلم خلال أربع سنوات سيكون متحين للقناة الجديدة لانطلاق نهيك عن الأفكار والمشروعات الجديدة الكثيرة في قادم الأيام إن شاء الله طيب تعالى أستاذ عمد نتحدث عن الشركة المتحدة بشكل عام هذه القناة الوثائقية هي آخر طبعا منتجات وأبناء ربما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الآن أصبح لدى الشركة المتحدة العديد من أدرع الإعلامية الإخبارية الترفيهية الرياضية وأخيرا الوثائقية هل السوق المصري كان يفتقد أو العربي بالأحرى كان يفتقد مثل هكذا إعلام تكاملي وطني بطبيعة الحال نعم هناك محاولات تمت بالفعل لدى بعض الدول العربية الشقيقة بعضها كان جيدا وبعضها لم يكن كثيرا لكن كانت هناك محاولات لو أن كل دولة عربية امتلكت قناة وسائقية هذا في صالح الدول العربية ليس الأمر منافسة بالعكس نحن أحد المشاكل التي نعاني منها في صناعة الوعي أن غالبية المادة الوسائقية العربية كانت مستوردة من الخارج صحيح البعض كان يأخذها ومجرد يترجمها أو يدبلدها وهذا ليس أمرا محمودا في كل الأحوال لأنه الأمر نفسه يشبه إذا يتذكر السادة المشاهدون فكرة مكالات الأنباء غالبية الدول العربية كانت حتى وقت قريب تعتمد على مكالات الأنباء الغربية الكبرى الأساسية من يعطي الخبر هو الذي يصنعه هو الذي يعطيه حتى في ألفاظه ومدلولاته وتعبيراته ورموزه فبالتالي الفيلم الوسائقي ربما يكون أخطر أنواع الاختراق حينما لا يكون لديك فيلمك الوطني أو وسائقياتك الوطنية ومن هنا كلما كان هناك إنتاج وسائقي عربي برؤية عربية وبروح عربية كلما كان ذلك في صالح الأمن القومي لأنه سيكون بداية التصدي لاستيراد مفاهيم ورموز وقصص وسرديات ليست عربية وبالتالي أهلا وسهلا بكل وسائقي عربية جديد صناعة الإعلامية صناعة باهضة أستاذ عماد وأنت تعلم ذلك الشركة المتحدة التي لديها أدرؤ إعلامية عديدة ليست فقط قنوات تلفزيونية لكن لديها أيضا مواقع إخبارية وصحف وأيضا شركات متخصصة في التنظيم وتنظيم الفعاليات وكرة القدم والرياضة بشكل عام كيف تقيم تجربة المتحدة في السوق المصري على الأقل التجربة يعني رغم أن سنواتها قليلة لكن صارت مهمة بدأت بداية محدودة في البداية وتعرضت لكثير من النقد لكن أنا أظن الآن يعني خصوصا بعد ما رأينا من الإنتاج تلفزيوني من قنوات فضائية مختلفة قنوات رياضية مواقع إخبارية والآن نتحدث عن الوسائقية لا فيه جهد مهم يستحق القائمين عليها كل الشكر والتقدير وأنا أظن يعني ربما نقول قد وضعنا أيدينا أو أردولنا أو أخدامنا على الطريق الطويل الذي يحتاج إلى جهد كبير صناعة الإعلام كما تفضلت صناعة في منتهى الخطورة البعض يقول أنه في الحروب الكبرى وفي الصراعات الكبرى حتى الحروب العسكرية فإن كاميرات الفضائيات والأخبار والإعلام هي التي تزبق المدافع ورأينا مثلا واضحا حينما قبل أن تبدأ الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي قبل حوالي سنة تقريبا فإن الحرب بدأت بين الطرفين إعلامية من يسيطر على من يشوش على الآخر من يبس الإشعاعات من يبس الحقائق كان صراعا طويلا ومازال منتهبا حتى الآن بين الجانبين وبالتالي على الأقل الحمد لله نحن رسنا في حروب لكن لدينا قصة ومعارك في التنمية ومعارك في مجرات كثيرة جدا نحتاج فيها إلى إعلام وطني حقيقي ينقل المحتوى وينقل الرواية المصرية بكل تنوعاتها المختلفة وبالتالي هذا أمر شديد الأهمية نعرف أن دول كثيرة جدا خسرت معاركها لأنها لا تملك إعلاما جيدا صحيح ودولا كثيرة لم يكن لديها تاريخ بالمرة أثرت كثيرا بفضل ما لديها من إعلام متنوع وجين الإعلام دائما مرتبط بالصناعة الوعي والوعي في حد ذاته هو ربما أخطر كما قلت أخطر وأشد المعارك في هذه الأعوام أو في هذه المرحلة هل قطعت المتحدة هل قطع الإعلام المصري في هذه الأيام شوطا في معركة الوعي أم أنه ربما قطع ربما خطوات بسيطة وفي انتظاره الكثير هو بدأ المهم أن يبدأ لكن المعركة مستمرة والصراع مستمرة وهذا الدور وهذا الجهد لا تستطيع أن تقيمه بكلمة أو بعبارة أنك في صراع كل يوم مع جهات كثيرة جدا بعض الكثيرين اللي يعرفون أن الحروب بالمناسبة للحروب العالمية ليست فقط مع الأعداء أو الخصوم أحيانا حتى تأتيك من الداخل أو من من تظن أنهم أصدقاء وبالتالي الصراع الإعلامي أو المعركة العالمية معركة تدور في العالم كله وعلى عقول وقلوب المشاهدين طوال الوقت من الذي يستطيع من الذي يؤثر هذا أمر مستمر وهذا أمر يحتاج للنفس الطويل المهم أن نستكمل كل أدواتنا المهم أن نتأكد أن رسالتنا تصير صحيحة أن نصل إلى غالبية المشاهدين وغالبية الجمهور المستهدف لأن الأمر كما تعلم أخي الكريم يستطيع المتربصون كثيرون الذين يبسون الإشعاعات كثيرون وبالتالي أنت في معركة دائمة أنت أقصد مصر بكل وسائل إعلامها المختلفة وليس فقط حتى إعلام الشركة المتحدة يفترض أننا جميعا في خندق واحد الوصول إلى الهدف الأسمى وهو أن تكون مصر قوية مستقرة وآمن أستاذ عماد هناك بعض المفاهيم المغلوطة في الإعلام التي بثت خلال السنوات الماضية والمرحل السابقة مثل أن الإعلام لابد أن يكون محايد ومفهوم محايد هنا أنه لا يجب أن يكون الإعلام وطني حتى في تناوله وتعاطيه مع القضايا الوطنية هل يمكن لنا في المجال الإعلامي في مصر أنه صحح بشكل موضوعي وبشكل مهني مثل هكذا مفاهيم لا يوجد شيء في الإعلام أو في الحياة اسمه محايد يعني يفترض بث ربما في كرة القدم الحكم يفترض أن يكون محايد لكن الإعلام هناك تعبير أدق وهو لابد أن يكون الإعلام موضوعيا بمعنى حينما تكون موضوعيا فأنت بالسليقة وبالفطرة ستكون وطنيا طالما أنك أنت تنقل الأحداث كما هي تنقل الحقائق بدقة وبموضوعية وبوضع نظر غالبية الناس يعني لا يمكن أن يجتمع الناس أو غالبيتهم على خطأ وبالتالي فكرة كلمة محايد هي كلمة غريبة شوية على الناس يستعملونها دون أن يدروا وهم يريدون ربما أن يقصدوا التعبير الموضوعية وحتى كلمة الموضوعية لا تعني أن تقف على مسافة واحدة في الأخبار لابد أن تكون موضوعيا بمعنى أن تنقل الخبر كما هو في التحليل لابد أن أنقل الخبر أيضا حسب وضعة نظر الذي يتحدث وبالتالي هنا الموضوعية نسبية وهناك مصطلحات كثيرة في الإعلام بمعنى التناسبية لأننا مش مكلف أن أنقل وضعة نظر خصمي أو عدوي الذي يريد أن يؤثر فيه وبالتالي المصطلحات لابد أن تستعمل بدقة الهدف الأساسي كما تحدثنا هو الإعلام الخبر ينقل الخبر هناك جزء ينقل التحليل هناك جزء ينقل الجزء الوسائقي هناك جزء ينقل الترفيه والتسليع وبالتالي كلمة الموضوعية كلمة عامة وشاملة تعني الكثير من الدلالات وليس مجرد فقط الفكرة الطيبة التي كانت تخذ البعض أنها تعني الحياد في حياة المجتمعات دائما ما تكون هناك مراحل يمر فيها المجتمع بعملية تنمية هل دور الإعلام في عمليات التنمية أو في مراحل التنمية يختلف عن دوره في أوقات الاستقرار؟ أنا أظن ربما هذا أمر من المفاهيم الجدلية الشديدة الجدلية أنا أميل إلى الرأي الذي يقول أن الإعلام هو الذي ينقل ما يحدث على الأرض الإعلام ناقل وليس صانع بالأساس بمعنى أنه لو أن كل جهة أدت دورها تماما فالإعلام سيؤدي دوره بصورة طبيعية بمعنى أنه لدينا الآن في مصر مثلا ثورة في البنية التحتية هناك طرق ودسور وكهرباء وحاجات زي كده هنا الناس الشركات دي عمل الجهدها الطبيعي دور الإعلام إذا نقل هذه الأحداث بدقة فهو قام بدوره التنموي أو التوديهي لأنه كلمة الإعلام المؤتوديهي ربما تكون لديها دلالات ليست طيبة على طول الخط بمعنى أنها مرتبطة بالحجد والتعبئة والأنظمة الشمولية التي كان استئد على سبيل المثال في أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية وبالتالي كلما كان الإعلام ينقل الواقع كلما كان ذلك أفضل بمعنى أنه سينقل الواقع الطيب فيحسنه وينقل رسالة إيجابية للمواطنين وينقل السلبيات بطريقة ذكية حتى يستطيع المسؤول أو صنع القرار أن يتلفاها ويعاليها بسرعة هل استطاعت قنوات المتحدة على الأقل قنوات الإخبارية وحتى قنوات المنوعات وما إلى ذلك أن تحقق هذا الهدف أو الأقل تسير على هذا النهج أنا أظن أنها تسير على هذا النهج ونتمنى لها كل التوفيق في المرحلة المقبلة إن شاء الله سواء قنوات الأخبار أو حتى قنوات المنوعات دراما لها جزء كبير في عملية الوعية أستاذ عماد كيف أيضا تقرأ وتقيم ما تقوم به الشركة المتحدة من إنتاج درامي مختلف دعني أبدأ بسؤال هام هل سوق الدراما سوق الإعلام بشكل كامل أصبح أكثر تنظيما مما كان عليه بعد 2011 الحد كبير نعم نتذكر أنه كانت هناك بعض الانتقادات لأن الصورة لم تكن واضحة وكانت هناك مشاكل كثيرة لكن أنا أظن في العامين الأخيرين على الأقل صارت الأمور أكثر وضوحا صار هناك تنوع صار هناك توجيه أيضا بمعنى أن يعني شاهدنا في رمضان الماضي ورمضان الذي قبله يعني عدد كبير جدا من المسلسلات الوطنية الجيدة الاختيار ثلاثة مثلا على سبيل المثال ومسلسلات أخرى وطنية وجزء اجتماعي وجزء قومدي فبالتالي كانت هناك خلطة كأن نعلم كنت أقصد تنظيما المجال بشكل عام ليسا الدراما سؤال الدراما هو سؤال لاحق لكن هل المجال الإعلام الآن بما فيه من قنوات أخبار أو قنوات منوعات أو حتى قنوات الرياضة أصبح أكثر تنظيما مما كان عليه بعد 2011 كانت هناك ما يطلق عليه البعض فوضى الإعلام كان هناك نعم لأن الأمور لم تكن واضحة ويبغي أن نقيس كل فترة بظروفها وقتها الآن الأمور إلى حد ما استقرت بصورة كبيرة جدا فيه تنظيم فيه وضوح للمسألة فيه ما فيش حد يقدر يعبس بتلعب أفكار الناس لأنه في الماضي حينما تكون هناك فوضى فيستطيع شخص واحد يملك مسلسل إنتاج مسلسل فبالتالي يقوم ببث أفكار خطيرة ورأي نزلك فيه أكثر من مرة في المنطقة العربية الآن هناك لحد ما تنظيم أتمنى أن كلما تقدمنا يكون هناك مزيد من التنوع مزيد من مصر لديها قوة عظيمة في سوق الإعلام مصر هي التي تقريبا الكوادر المصري هي التي أسست معظم الفضائيات العربية وأسست غالبية الصحف العربية وكان لها دول بارز وهي قوة ناعمة كبيرة وجبارة أتمنى أن نستطيع أن نعزز هذا الأمر خصوصا أن لدينا غالبية وسائل الإعلام في كل المجالات عندنا الفن المصري بكل قواتي وكان هذا أسئل الأخير يا سيد عماد واحد من أدروع القوى الناعمة لمصر ما يتعلق بالدراما إنتاج المسلسلات وإنتاج الأفلام في الأولى الأخيرة كما ذكرت هناك بعض المسلسلات والأفلام الوطنية داخل مصر وحتى ربما يهتم بها قطاع كبير من الجمهور العربي ربما أيضا في رمضان القادم سوف يكون هناك أعمال فنية تعني بالشق العربي حتى مكافحة الإرهاب والعمليات الجارية ضد الإرهاب والفكرة المتطرفة هل الشركة المتحدة بإنتاجها هذه الأفلام وهذه المسلسلات الدراما بشكل عام أثرت وتؤثر على قطاع كبير من الناس على تغيير المفاهيم الخاطئة على تغيير ربما المعتقدات المتطرفة الإجابة بطبيعة الحال هي نعم نعلم تماما أنه مسلسل واحد أو فيلم واحد أحيانا يعني يؤدي دور أخطر من مائة المقالات وعشرات الصحف لأنه بيصل إلى النازل بطريقة غير مباشرة وبيعيش معهم وشفنا تأثير مسلسل الاختيار وشفنا في الماضي ليالي الحلمية وشفنا رقفة الهجان وشفنا في الحاضر المسلسلات الكثيرة التي تم إنتاجها من الشركة المتحدة خصوصا في العامين الأخيرين وعادت مرة أخرى الأسر التف حول شبكات الفضائيات المصرية المختلفة وبالتالي ده جزء شديد لهمية لأنه إن لم تستطع أنت أن تقوم بدورك وتنتج موادك الدرامية برؤيتك المصرية العربية فسيكون بآخرين وفاجأ بآخرين ينقلونها وبشكل مشوه وليس عيب أن يكون هناك إنتاج عربي بطبيعة الحال بالعكس ده ممكن يكون مجل التكامل كل دول عربية كلما كان لدينا دراما كلما لأنه الواحد يشعر مع التخدير الشديد جدا لفكرة التنوع لكن ليس من الحكمة أن أنا يكون عندي دبلجة ومسلسلات من دول غير عربية هي تبقى الأساس الأول يبقى عندي إنتاجي المصري والعربي وبعد ذلك ليس عيب أن أنا أتفرج على مسلسل كوري أو تركي أو أي مسلسل من أي جهة لكن لا تكون الأساس العقل بتاعك بيشكل من قبل آخرين من خارج المنطقة بأكمله نعم الأسادة مددين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا نذهب إلى فاصل قصير بعده نعود لاستكمال باقي ملفات هذه الحلقة